بداية برج الاسد بالفترة الحالية ثاقتك العامة دهاشوف البعض من عدكم ممكن يكون بادي بمشروع جديد او ممكن يكون حتى بادي بعمل جديد بالفترة الحالية دهاشوف تركيزك اكثر التركيز اللي موجود عندك بهاي الفترة هو على الموضوع المادي والوضع العملي. البعض من عدكم ممكن يكون منتظر اتصال او منتظر خبر يخص موضوع عملي او موضوع مادي صار لفترة معينة. احتمال من الشهر الثامن او ثمان تيام. ممكن ثمان اسابيع. حسب كل شخص وطاقته. فده اشوف انه اكو تواصل منتظرين اصار لكم فترة طويلة تشتغلون عليه حتى تواصلون المكان معين او تغيير ممكن تردون تغيرونا بحياتكم بهاي الفترة. هو اللي يشاغل الطاقة العامة لكم هي الرقم اساسا هو رقم ثمانية. فانتو بمرحلة تقريبا بداية التخطيط خططتوا المشروع وهسا بداية التنفيذ ده. اشوف انتو ده تبلشون تتاخدون الخطوة بهاي الفترة بموضوع معين سواء كان موضوع علاقة او موضوع عملي. الاغلبيا من عدكم ده اشوف عدكم تركيز على الوضع المادي بهاي الفترة هو اللي يشاغل بالكم لان مريته بسابق بازمة مالية ممكن. فده تحاولون بالفترة الحالية. اتعدون الازمة اللي مريته بيها بالسابق او انه هاي الازمة ما تنعاد مرة ثانية. ده اشوف اكو تغيير سريع حاصل بهاي الفترة صار لتقريبا ثمانة يام. اتو اوضاعكم ده اشوفها متغيرة. اكو تغيير معين صاير بحياتكم. البعض من عدكم ده اشوفها. هذا التغيير ممكن يكون عاطفي ممكن الشخص اللي تشنتوا اتكم علاقة به تخلى عنكم او ده تحسون باهمال. ممكن ده تفكرون بشخص هو بالفترة الحالية منسحب عنكم وبسبب اعمال. لانه القراءة ممكن تكون عبسية فممكن تكون طاقة الشريك بالفترة الحالية. فالهسبب ده اشوفوا انتو عدكم طاقة التركيز على العمل. وبالنسبة للموضوع العاطفة ده اشوفوا شوية ده تحسون اكو اهمال. سواء كان الاهمال هذا من ناحيتكم او من ناحية يعني الشريك نفسه هو اللي هاملكم وملتهي بالعمل. بداية احب اقول لكم انه اكو خبر اكو تواصل يخص موضوع مادي او شغل انتو كنتو منتظرين اصار لكم فترة. راح يتم هذا التواصل بالفترة الجاية اكو خبر سريع ممكن يكون هذا الخبر عملي ممكن حتى يكون عاطفي لانه القراءة عامة فما اقدر احدد بالضبط. ولكن على الاغلبية من عدكم هذا التواصل راح يكون يخص موضوع عملي. ممكن البعض منكم مبلش عمل جديد وهسه قاعد يحاول انه يجده يتقدم بهذا العمل. والبعض الثاني ممكن عنده بداية عمل جديد صار لفترة مقدم على مثلا تعيين او منتظر شغل. وهسه راح يجي الخبر هذا راح يبدي بشغل. والمهم التركيز الطاقة العامة لكم طلعت التركيز اكثريته على الوضع المادي. البعض من عدكم ده اشوف ما عدكم استقرار مادي بهاي الفترة. الوضع المادي كلش متعب ونفس الوقت عدكم طاقة عناد. والبعض منكم صاير عنده نوع من مو نقول يعني عناد وانما انت ده تحاول تسيطر على وضعك المادي بصورة مبالغ بها. ده تحاول تحسن وضعك المادي بهاي الفترة. فتارك كل الامور. وده تفكر بهذا الموضوع. بالذات ممكن تكون عندك مسئوليات او شاي الحمل. لبعض منكم ممكن يكون كان مار بازمة واضطر انه يصرفوا هواية مصاريف. فهذا الشي سبب لازمة مادية ده اشوف اكو حمل اكو مسئولية. اكو تعب. بس هذا التعب اللي كنتم مارين بيصار لكم فترة خاصة على الصعيد المادي. والعمل اذا اشوف هذا التعب راح ينتهي. وعدكم بداية جديدة. اكو تعويض للاحسن. راح تكون عندكم بداية جديدة لبعض منكم. وده كان منتظر موضوع سفر. ده اشوف اكو. اذا شنتوا ناوين على سفر. فالسفر موجود بهاي الفترة. وده اشوفها متيسر يعني راح يستسهل الامور لكم بس. انه شوية طاقة العناد وطاقة السيطرة التصلط بسبب الوضع المادي اللي مريتو بيه بالسابق. ام اثره على الشريك اللي انتو تتعاملون وياه. فحاولوا شوية تهدؤون من هاي الطاقة بالفترة الحالية خاصة للناس اللي متزوجين. لانو ده اشوف تركيزك على الامور المادية بهاي الفترة كلش عالي. حاليا اكثر من التركيزك على العاطفة. فعلى الوضع العملي ده اشوف انت مثل ما قلت لكم لبعض منكم ده اشوفوا احتمال ينبلش بعمل جديد او راح يبدأ بعمل جديد بالفترة الجاية راح يبدأ يداوم فانت ده اشوفك اه قدمت مشروع او ممكن قدمت حتى معاملة ومنتظر عندك شوية قلق اتجاه الموضوع العملي والمادي ده اشوفك منتظر انه خبر على وضع معين. ممكن تكون مقدم على قرض ومنتظر الموافقة تطلع او حتى مقدم على تعيين ومنتظر الموافقة. فهذا الشي مسبب لك شوية قلق هواجس ومخاوف وبهاي الفترة بس ده اشوف راح تستعيد السيطرة على اوضاعك المالية وعلى اوضاعك العملية ده اشوفها في تحسن. اكو تحسن راح يصير بحياتك على الوضع المادي من بعد فترة قلت لك مريت بها بازمة بالفترة السابقة وهذا الشي كان مسبب لك تعب مو بس تعب مادي وانما تعب حتى تعب نفسي تعب جسدي صاير يعني بعض منكم اذا كان هو مسؤول يعني عن اسرة او متزوج ده اشوفك حتى بالبيت طريقة تعاملك مختلفة. فصير عندك نوع من العناد وطاقة العصبية الهجوم وبسبب كثرة الاعباء والحمل اللي عليك موجود خاصة من الناحية المادية. فده اشوف الاوضاع راح تتحسن راح تستعيد السيطرة على وضعك المادي بعد فترة لبعض منكم مثل ما قلت لكم ممكن يكون بلش مشروع ومنتظر الارباح ده اشوف الارباح راح تجيك بنهاية الاسبوع الثانية ان شاء الله وراح تستعد السيطرة على امورك المادية. على الوضع الصحي ده اشوف اه البعض من عندكم ممكن طبعا هنا القرام ممكن تكون عكسية فممكن انت تكون اا اكو شخص من العائلة موجود بمحيطك ممكن يكون اذا شنت متزوج طفلك ممكن اذا ما متزوج يكون ام يكون اخ. اا شخص حالته الصحية تعبانة بهاي الفترة وانت شاي الهمة وصار لك فترة شاي القلق على وضعه لان هو مار بازمة صحية بس ده اشوف هذا الشخص عنده عنده مراجعة للطبيب وعنده شفاء اكو خبر حلو يخص الوضع الصحي ده اشوف الصحة راح تتحسن بالفترة الجاية سواء كان هذا الوضع يخصك انت او يخص شخص بمحيطك على الاغلب اشوف وشريكك اذا شنت متزوج او حتى اذا شنت علاقة وشريكك عنده ازمة صحية فده اشوف اكو تحسن الى اكو مثل الولادة الجديدة راح تصير لبعض منكم اكو ولادة اكو حمل ده اشوف بالفترة الجاية لنساء برج الاسد من بعد فترة يعني انتو اه اش انتم قررين بها انو يصير عندكم حمل بس الاوضاع كان الحمل يتأخر دائما عندكم اوضاع صحية تمنع الحمل ده اشوف لكم شفاء واكو موضوع حمل واكو بشارة حلوة راح تجي لبعض من عندكم ممكن يصير عنده ولادة مبكرة بالفترة الجاية من نساء برج الاسد اخدوا حذركم من هذا الموضوع الشوية ويعني مبدئيا الوضع الصحي ده اشوفه تمام بالفترة الحالية ماكوش يخوف بالعكس اكو تحسن بالوضاع الصحية من بعد فترة انتو كان عندكم قلق بخيار احيال هذا الموضوع يعني وما كنتو قادرين تطمئنون او كان عندكم وضع صحي مقزمكم وشنتو تفكرون بهواية بس ده اشوف الا تحسن بالفترة الجاية ان شاء الله اكو تحسن لكم واكو شي كنتو شايدين همه وشايدين يعني حمل من عنده ده اشوفه راح يخف راح تتحررون من هذا الحمل ومن هذا التعب اللي موجود على الوضع العاطفي. ابدأ شوية بالمتزوجين المتزوجين ده اشوف شوية ده تحسون انو شريقكم بالفترة الحالية يعني صاير شوية جاف بالتعامل او ممكن تكون انت نفسك برج الاسد ده شن تتابعني ومثلا شركة برج الاسد هي اللي ده تتابع فده اشوف اكو طاقة جفاء شوية حد الطباع صاير بالفترة الحالية اكو عنده حده بالتعامل ونفس الوقت التواصل وياه من قاعة تتواصلون وياه ده يكون التواصل سلبي هذا شخص ده اشوف عليه مسؤوليات عليه حمل بالفترة الحالية ممكن يتخذ يعني قرارات هاي القرارات تكون ظالمة او صادمة بالنسبة لكم بسوى عليه اعباء هواية قلت لكم هاي قراءة هي للمتزوجين فده اشوف انو شريك برج الاسد بالفترة الحالية قاعد يحاول يكون عقلاني وتركيزة مركزة على العمل لها سبب طاقة العمل عندي واضحة فصير عندها هاي الطاقة طاقة الجفاف شوية بالتعامل يكون جاف بالتعامل وحادي واكو نوع من العدائية دائما يصير بيناتكم يعني التجريح بالكلام خاصة بالمواضيع اللي تخص البيت تخص الاطفال الاسرة مثلا حتى ويا اطفال اذا اشوف برج الاسد بالفترة الحالية عنده نوع من الحدة ما اخذ طاقة النارية العصبية عنده بهاي الفترة ونفس الوقت طاقة برج الثور بالاعناد فهو عنيد برج الاسد بالفترة الحالية انت عنيد ومتسلط وما تقبل عالغلطة تريد كل شي يمشي مثل ما انت تريد تريد كل شي يمشي صح بس هو ماكو شي كامل بالحياة ماكو شي يعني الكمال لله وحده فحاول انو شوية اتهدئ من روعك بهاي الفترة تخفف الحدة اللي دا تتعامل بها ويا الناس خاصة ويا زوجتك ويا اطفالك بالبيت اذا شنتي انتي يعني اوم فتعامل شوية اطفالك بالبيت شوية خلي تكون عندش ليونة لان دا شوف عدكم فايرين شوية حادين الطباع بهاي الفترة خاصة ويا الاطفال ويا العائلة يعني ما قاعد تتعاملون بسلاسة فحاولوا يعني تتجنبون المشاكل ويا شريكم بهاي الفترة اللي ان دا شوفوا عليه احمال وعليهم ومتعب بالفترة الحالية فلا الضغطون عليه هو يحاولوا شوية تمشون الامور تعدوها بالنسبة للوضع العاطفي دا شوف الناس اللي مرتبطين برج الاسد دا شوف بالفترة السابقة مريت بخلاف انت وشخص ممكن تكون هنا طاقة عندي طالعة هوائية ممكن تكون تتعامل ويا برج الميزان لانه التحدي اللي طلع عندك اساسا هو بطاقة العدالة ونفس الوقت هي تعني برج الميزان نفسه. فدا شوف انه انت ممكن تكون ظالم شخص اذا شنت تتعامل برج الميزان ده اشوف انه ممكن طبعا قراءة تكون عكسية ممكن برج الميزان يكون هو اللي ظالمك. فده اشوف انه انت بالفترة السابقة بسبب قلت لك الاوضاع المالية المتعبة او حتى انه انت ذات كانت عاطفية وتشمل للنساء ايضا. فده اشوف اكو هموم عندكم اكو تعب تعبتوا من علاقة وقررتوا انه تنهوها. بس العلاقة هاي من نهيتها ما نهيتها بصورة سليمة او صحيحة. لانه ده اشوف اكو تجريح بالكلام صاير. اكو تواصل غير بناء. اكو سوء تفاهم. وهذا السوء التفاهم ادى الى انه يصير تجريح كلام بينك وبين الشركة. بالتالي ادى الى انه العلاقة انقطعت. بالفترة الحالية برز الاسد ده اشوفك ده تحن هواية للماضي. ده تحن الشخص من الماضي يتحس انه انت ممكن تكون ظلمت هذا الشخص او ممكن حتى يكون الشخص نفسه هو ظلمك لانه ده اشوف عنده نوع من الحدة شوية حادة طبع. فمجرحك بالكلام او انت مجرحة عندك حنين الى الماضي. ممكن هذا شخص اذا كان برج الميزان او طاقة هواية دلو او جوزاء. اه برج الحوت ايضا موجود عندي هنا. اه برج الاسد هي طاقتك نفسها موجودة. يعني طاقات خلي اقولكم ايها قبل ما انسى. برج العقرب وبرج السرطان ايضا موجود وهنا برج الحمل. اذا كنتوا بتتعاملون ايا احد هاي الطاقات. اذا اشوف اذا شبتوا بتتعاملون ايا برج الحمل. برج الحمل ده اشوف اراه البداية الجديدة اياكم وهو مستعد انه يتخذ هاي الخطوة او المخاطرة رغم انه هو يعرف ممكن اذا اجي انتوا راح ترفضونا وتصدونا الاغلبية منكم واللي تتعاملون ايا برج الحمل او حتى اي ساين ثاني المهم ينطبق عليكم القراءة. ده اشوف ده تحاولون تصدون هذا الشخص في سبيل انه ما تبدون ايا بداية جديدة لانه هذا الشخص مزعلكم قبل صايرة ببيناتكم مزعل. هذا شي مؤدي الى انه اكو مخاوف صايرة اعتكم من هذا الشخص. اه تحاولون نضبطون مشاعركم ومترحون تحشون اياه متردون تخاطرون من جديد بفرصة ثانية تنطوهل هذا الشخص بس ده اشوف انه هذا الشخص راح يرجع. يتواصلوا ياكم بالفترة الجاية واحتمال يكون شوي الكلام ينفهم غلط او يصير سوء فهم ببيناتكم اذا كان هذا الشخص اللي راح يجي قلت لكم برج هوائي. اما اذا كان برج الحمل فده اشوف برج الحمل جايك بدون ما يفكر بعواقب الامور وبدون ما يفكر بايشي. يريد يبدأوا اياك بداية جديدة رغم الصد اللي موجود ببيناتكم ممكن يكون شان اكو بلوك ببيناتكم ولا بلوك ان شاء صار لفترة. اه ده اشوف اذا شنتوا تتعاملون ايضا يا طاقة برج السرطان. برج السرطان ده اشوف عنده مشاعر اتجاكم بس هو بالفترة الحالية. كابت هاي المشاعر ده يحاول ما يبينها لكم. وما يريد يجي ياخذ الخطوة خايف يتهور يتسرع فمتأني شوية وياكم. يريد يتأكد من مشاعره بالاول ويتأكد من كل الامور يعني يحسبها بعقله قبل ما يجي. هذا الشخص اللي من برج السرطان ده اشوفه شخص عند نوع من اندفو طيبة انسان طيب ومشاعره حقيقية وصادقة بس هو ممكن يكون سابقا مارب ازمة او مارب جرح وهذا الجرح هو اللي يمخلي عنده هاي الطاقة. طاقة المخاوف يريد يتأنم. فالعلاقاتكم ويا برج السرطان ويا برج الحمل ده اشوفها بالفترة الجاية فيه تحسن بس ويا الابراج الهواية ده اشوف اكو كلام راح يصير اكو ظلم بينكم وبين هذا شخص خصوصا اذا كان برج الميزان لانه التحدي اللي قدامك هو شخص من برج الميزان او انه انت تكون عادل بالتعامل. ويا شريكك اذا كانت طاقة هوائية لانه ده اشوف اكو ظلم ممكن انت تكون الشخص المظلوم ممكن انت تكون الشخص الظالم هذا سيناريو بعد قراءة عكسية فانت تحدد القراءة اذا كانت اليك او الشريكك. اذا اشوف طاقة شريكك بالفترة الحالية هو ندمان على امور قايل لك ياه بالماضي او صايرة بينك وبينه ممكن يكون صاير تجريح قلامة باخر تواصل. فهذا الشي مخليه متردد بالفترة الحالية مايرد يتسرع. مايرد يجي يحكوياك لانه خايف من يجي يحكوياك انت راح يصرب بيناتكم مرة ثانية مشكلة ونقاش عقيم لانه ده اشوف طاقتك انت اساسا لابس يعني لابسه شي خشب على قوة المصريين ده تفكر بعقلك بالفترة الحالية وما اخذ قرار وده اشوفه هو همينه ما اخذ قرار والعلاقة ببيناتكم مقطوعة شنو هذا لا اعناد يعني انت انت ال king of sword وشريكك طلع ال queen of sword. فظاهر انه صاير ببيناتكم مشكلة ممكن المشكلة تكون تخص موضوع مادي ممكن تكون تخص موضوع الاستقرار بس ده اشوف هذا شي خص من بعد انقطاع اللي صار بينك وبينه هو ده يفكر بالفترة الحالية انه يجي يقدم لك اعتذاره هي يعتذر من عندك ان موضوع معين او كلام صدر منه بساعة عصبية هو ندمان عليه بس هو همينه قلت لك شوية متأنم يرد يتسرع وخايف من ردة فعلك هو ما اخذ القرار ما اقدر اقولكم انه هذا الشخص اللي صاير ببيناتكم تجريح بالكلام اه ممكن يعني يكون راجع كرجوع وعلاقة ويرجع الهدوء للعلاقة وانما الاكثرية ده اشوف هذا الشخص راجع حتى يعتذر لانه هو ده يحس ان هو ظلمك خاصة ده كان برج الميزان مثل ما اقلت لكم لانه التحدي اللي قدامكم طلع ليه هو شخص من برج الميزان شخص انت قاعد تفكر به هواية او ممكن الطاقة عكسية هذا الشخص ده اشوفه يفكر بك هواية ويحس انه هو ظلمك ممكن صاير خلافة ببيناتكم قبل قبل شهرين او قبل تسعة ايام ممكن بشهر تسعة حتى طالع هنا رقم تسعة اكثر من مرة يمين فهذا السوق الفهم اللي صاير ببيناتكم ادى لل يعني التجريح فانتو اثنيناتكم واحد وفي العثاني قررتوا تقطعون العلاقة صار ببيناتكم انقطاع بالعلاقة ممكن تكون حتى بلوكات موجودة اذا كان اكو بلوك ده اشوف البلوك اللي حينرفع وهذا الشخص ممكن راح يجي يقدم لك اعتداره فالتحدي اللي قدامك انه تتخلص من مخاوفك وترجع التوازن على حياتك بالفترة الجاية واذا تنت القراءة منطبق عليك وانت الطرف اللي ظالم برج الميزان فالتحدي اللي قدامك انه انت تخلي التوازن او العدالة ترجعها لهذا الشخص واذا تنت غلطان بحقه ترجع تعتذر من هذا الشخص لانه ده اشوفه هو ايضا رايد يعتذر لك بالفترة الجاية وممكن يكون هو منتظر منك اعتذار لانه اكو تجريح بالكلام صغير اما من ناحيتك او من ناحيته اكو كلام صغير ببيناتكم والكلام مؤدي الى انه العلاقة ببيناتكم تنقطع فترة ممكن تكونون انفصلتوا ممكن حتى يتكون يعني ببيناتكم زعل بس التحدي القدامك بهاي الفترة هو شخص من برج الميزان راح تكون طاقة مؤثرة بيك خلال هذا الشهر لحد نهاية هذا الشهر هذا الشخص راح يبقى او ممكن يكون انه انت تستعيد توازنك مرة ثانية اريدكم تكونون قد التحدي اذا شنتوا ظالمين شخص حاولوا تعتذرون من عنده وترجعون الامور المجراهة وان شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحققوا اياكم اموركم المادية ده اشوفها في تحسن الوضع الصحي همينه ده اشوف البعض من عندكم عنده ممكن ولادة جديدة او فرحة بشفاء شخص شنة شاي الهمة الوضع العاطفي شوية بالفترة الحالية مكركب بس ده اشوف انه انت لازم تستعيد توازنك وراح ترجع تسيطر على الموقف بالفترة الجاية كل التوفيق برج الاسد والتقيكم في فيديو ثاني